الأيام القادمة ستشهد مفاجآت ستحصل خلال الفترة المقبلة هذا ما أكده عضو اتلاف دولة القانون عبدالهادي موحان السعداوي في إشارة إلى أن الحراك السياسي اليوم على أشده لاختيار البرنامج الأنسب لإقناع الشارع الملتهب الكتلة الأكبر أصبح أعلانها قاب قوسين أو أدنى من توقع أن ترى النور خلال اليومين المقبلين لكن اختلفت الآراء في تسمية مكوناتها فجهة تؤكد أن الكتلة الأكبر ستضم الفتح ودولة القانون وبعض أطراف النصر إضافة إلى بعض القوى السنية والكردية فيما تتجه الأخرى إلى أن الكتلة الأكبر ستجمع النصر وسائرون والحكمة وأطراف سياسية مع عدد من النواب الذين سيغادرون اتلافات سابقة ويلتحقون بالنصر حسب ما أكده القيادي في اتلاف النصر خالد العبيدي هذا الصراع يرى فيه المراقبون حجرة عثرة أمام تشكيل الكتلة الأكبر وحتى أن تم فأن الخلافات ستبدأ مع أول يوم من عمر الحكومة ما لم تتفق الكيانات المؤلفة لها على برنامج واضح يشرك الجميع الشارع الملتهب والمطالب بالخدمات أيضا لم يغب عن ناظر الكتل السياسية فأغلب البرامج التي أطلقتها الكتل تحاكي وتناغم حاجته ومطالبه من جهة متصلة ما زالت الحكومة تواصل اجتماعاتها لأجل تحقيق حزم المطالب المقدمة من قبل الشعب وعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي عن مصادقة مجلس الوزراء على مجموعة قرارات استجابة لمطالب المتظاهرين بما أشار أن الحكومة تطمح لبناء اقتصاد عراقي متين وبالتعاون مع دول الجوار